معينا النهاردة مستخلص الافوكادو ومعينا كمان مستخلص الجرجير ومعينا عجبة الفوة ومعينا كمان مستخلص الحنة ولبان الدكر ومستخلص الشاي الاخضر والفيديو كله النهاردة مفاجآت وكله مستخلصات مطلوبة معنا جدا وكمان معي في الفيديو دكتور احمد خيون اللي حنتعلم معي ازاي نقدر نعمل حسابات الخلصات سواء جفة او الطرية او الخلصات الفرش يلا بينا نبدأ الفيديو سواء سواء الخير ازايكم النهاردة حنتعلم مع بعض قصص تصنيع المستخلصات وازاي نقدر نحسب الكمية اللازمة لعمل الخلصات والخلصات لاغين عنها في عالم التجميل لانها تعزز وتزيد من فوائد المنتج والخلصات بتعرفها البسيط هي المادة المركزة المستخلصة من العجبة او النبتة او الفكهة او الخضار المراد استخدامها وفي الحقيقة الفيديو بتاع النهاردة متميز جدا لان مشترك فيه معايا الاخ والزميل دكتور احمد خيون وطبعا دكتور احمد خيون من الاساتذة المميزين بمجال الكوزماتيك وناس كتيرة موجودة هنا معايا في القناة عارفينه وكمان عملوا عنده كورصات وطلعوا اساتذة بهذا المجال وفي فيديو النهاردة معايا محضرة من محاضرات الدورة المقامة حاليا عن قصص المستخلصات ده فرع من فروع الدورة وباسم القناة وباسم المتابعين بقدم خالص الشكر لدكتور احمد خيون للمشاركة مع المتابعين الدرس وده حصري فقط في قناة مرميد بيوتيوب زي ما انتو شايفين ده رقم دكتور احمد واللي حابب يتواصل معي حسيب لكم الرقم الواتساب في صندوق الوصف وكمان لينك البروفايل ودلوقتي حنبدأ مع بعض الفيديو أنا معي هنا شيء اخضر ودي حنة ومعي ايضا لبان الدكر ده لبان دكر انا اخدته طحنته واخدته علشان احنشتغل به وهو مطخون نعم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة واحدة منهم مادة حوظة ليها بنزوية السوديوم هستخدم واحد جرام وسربات البوتاسيوم نص جرام ده مانع تعفن بس كده أنا بغطي العشبة وبسبب مكان دافي مظلم لمدة 21 يوم وبعد ال21 يوم أصبح عندي أحلى خلاصة في الدنيا وبقلب العشبة كويس جدا وبصفيها وأنا بالنسبة لي الفيديو كده خلاص خلاص وحسبكم في بقية الفيديو مع دكتور أحمد خيون وبالمناسبة أنا نسيت أقول لكم أن هو بيمنح أيضا شاهدات بعد نهاية الدورة ساعدت بوجودكم معي وما تنسوش دعمكم للقناة بلايك واشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد وإلى فيديو آخر إن شاء الله وهسابكم دلوقتي بقية الفيديو مع أستاذ أحمد بس أتمنى أن تتبهون شوية بلا زحم عليكم أول شيش عدي آني عندي محلول الاستخلاص محلول الاستخلاص بيمتغيرات بيمتغيرات راح نعرفه شون أحسب نسبة الاستخلاص نحن نقول واحد الى ثمانية هذا عشبة طبعا تكون جافة طرية نانا عصارية هذا هنانا محلول الاستخلاص تمام؟ هذا محلول الاستخلاص مين جايني؟ مين جايني؟ يعني آني هذا واحد غرام من العشبة فأقول واحد في مية شو راح يساوي لي؟ ميت غرام هذا راح يكون وزن العشبة اللي راح استخلصه زين نانا عندي ثمانية في مية ويساوي لي ثمان ميت غرام اللي هو محلول الاستخلاص اش اقول؟ اقول ثمان مية ناقص مية راح يساوي لي سبعمائة غرام محلول الاستخلاص هذا انتي هنم عنده؟ يعني اذا عندي نبات عرق السوس عرق السوس هو جاف فاش راح اصير؟ بالنسبة محلول الاستخلاص راح يكون ستين بالمية جلسرين واربعين بالمية اربعين بالمية راح يكون ماء فاش راح اساوي؟ هذا محلول الاستخلاص راح استخدمها للعشبة ميت غرام هو سبعمائة فأقول سبعمائة في ستين بالمية ش راح يساوي لي؟ راح يساوي لي أربعمائة وعشرين غرام جلسرين اقول سبعمائة في أربعين بالمية ش راح يساوي لي؟ راح يساوي لي ميتين واثنين واثمانين غرام ما مقطر نجمحا ذني راح يطلع عندي سبعمائة راح يطلع عندي هنانا سبعمائة في ثمانين هذا عرق السوس شون أحضره؟ أحضره بالطريقة التالية راح يطلع عندي هنانا سبعمائة في ثمانين هذا عرق السوس شون أحضره؟ أحضره بالطريقة التالية أجيب ميتة غرام من العشبة أخلي عليها أربعمائة وعشرين غرام من القلسرين وميتين واثمانين غرام من الماء المقطر أخلطهم بشكل جيد وأخليهم بعلبة زجاجية معتمة وأخليهم بمكان دافئ بدرجة حرارة الغرفة وأتركهم لمدة عشرين يوم إلا واحد عشرين يوم تقريباً بعد هش راح أسوي؟ راح أصفي بعد ما أصفي راح أفحص مستوى البي اتش بي اتش ماته يفضل أن يكون حامضي يعني خمسة أو خمسة ونوص أو أربعة ونوص مقبول هنانا اش راح أضيف؟ راح أضيف بنزوات الصوديوم كمان دحافظة وسوربات البوتاسيوم كمانع للتعفو يحسر عندي واحد غرام من سوربات واثنين غرام من بنزوات والصوديوم وبالتالي أحصل على المستخلص أقدر استخدمه بنسبة عشرين تركيز المادة الفعالة عفو عشرين بالمية تركيز المادة الفعالة أقدر استخدمه بنسبة خمسة بالمية في المنتجات زين إذا كان نبات مثلا فرش مثلا الورد الجوري الورد الجوري يفضل أن يكون الورد فرش طازج يعني مو جاف فاش راح تكون نسبة؟ طبعا النسبة هي ثابتة سبعمية آآ في الجلسرين راح تكون نسبة سبعين بالمية وثلاثين بالمية ما هذا الجلسرين فاش راح تصير سبعمية في سبعين بالمية ويساوي انه أربعمية وتسعين أغرام الجلسرين وعندي سبعمية في ثلاثين بالمية ش راح يساوي لي؟ راح يساوي لي ميتين وعشرة أغرام ما مقدر مقدر طبعا نجمحهم راح يطلع لي سبعمية غرام محلول الاستخلاص زين هنا محلول الاستخلاص سبعمية مقسوم لها قسمين أربعمية وتسعين غرام ما مقطر نلعفو جلسرين وميتين وعشرة شنومين من الماء ش أسوي؟ أجيب ميتة غرام من العشبة اللي هي ورد الجوري أخليهم بعناء زجاجي أضيف عليهم القلسرين والماء وأخلطهم بشكل جيد وأغطيهم وأتركهم المدة 21 يوم إلى شهر ممكن كل ما نطول المدة كل ما يكون أحزن طبعا يفضل يوميا الرجحة مرة واحدة ونخليها مكان معتم أضلم حتى لا تتكسد المواد الموجودة رغم أن القلسرين يعتبر كمادة حافظة جيدة للمكونات بعد ما تم المدة أفصلها عن طريق استخدام فلتر أو ورق ترشيح أو أي شيء متوفر عندكم أفصل الورد الجوري عن الخلاصة القلسرينية وأخلي لها مادة حافظة ممكن أستخدمها بمنتجاتي أما إذا كان النباد تفرش العفو عصاري يعني إذا أخذت الصبار مثلا الصبار طلعت الجل ماته شحتاج لي محلول الاستخلاص رح مخصوم قسميا جلسرين رح تكون نسبته ثمانين بالمية من المحلول هو الماء رح تكون عشرين بالمية ممكن نستخدم فقط الجلسرين بنسبة الثمانين العفو مية يعني المجموع مية بالمية من شو نحضرها الخلاصة هاي ش راح أقول راح أقول سبعمية في ثمانين بالمية شو راح يساوي لي راح يساوي لي خمسمية وستين غرام من الجلسرين اللازم الاستخلاص ناني عندي سبعمية في عشرين بالمية شو راح يساوي لي راح يساوي لي مية واربعين غرام من الماء المقطر من الأجمعهم راح يكون صفر صفر بالجد واحد وراح يكون عندي سبعمية غرام فهذا السبعمية مقابلها مية غرام من الصبار نفس الحالة اخليهم في انا واغطيهم بالقلسرين والماء ويومية ارجها المدة واحد وعشرين يوم بعدها يتم فصلها وضيف لها مادة حافظة لسربات البوتاسيوم وبنزوات السوديوم بعد تعديل البي اتش وهنانا ممكن نستخدمها في منتجاتنا فصارت عدة ثلاث حالات الحالة الاولى عندما تكون العشبة جافة بعد ما تكون العشبة طرية بعد ما تكون العشبة عصارية راح اضيف اربعة من الكسعين الجلسرين اربعة من الكسعين ثين وعشرة راح اضيف من الماء المقضة بعد مرور تقريب عشرين يوم للقفل هادو الان راح يتم تصفيته وضافته بعد ما تم نقلها لهذا الانهاء هاي خلاصها للعشبة اه اليوم راح اسوي خلاصة الفوة بالقلسرين انا عندي خمسين قرام من عشبة الفوة لها فوائد جيدة للبشرة وايضا خصوصا تحت العين اه راح اخذ خمسين قرام منعتها هاي المادة جافة اه احتاج الى قلسرين مقدارة ميتين وخمسة واربعين واحتاج الى ما مقدارة مية وخمسة اش راح اسوي راح اضيف القلسرين وبالاشبة وبالاشبة وارجها بشكل جيد وخليها الكيس اسود وبمكان اه ادافئ يعني درج حارة الغرفة والفضل يكون المكان اظلم وراح اترك المدة عشر تيام ونشوف النتيجة بعد مرور عشر تيام طلعتها من المكان لو انا راح اصفي هاي خلاصة الفوة تركيزها عشرين بقية بقية مثل ما اشوفهم قدامكم هذه خلاصة بالماء والقدسري لنباطة الفوة تركيزها عشرين بالمينة. بعد مرور عشر ايام طلعت من المكان. لو هانا راح اصفي. هاي خلاصة الفوه تركيزها عشرين بالمينة. مثل ما اشوفهم قدامكم. هاي خلاصة بالما والكدسري لنبات الفوه. تركيزها عشرين بالمينة. لا تلاحظون بهذا الفيديو انه انا اخذت اوراق نباتة جرجير. طبعا هي اه تكون طرية. يعني العافق فرش مو طرية. اه اخذتها واستخدمتها بالاستخلاص. اخذت معتها ميتة قرام ضربتها بالخلاط. حتى اه تنهرس بشكل جيد وضفت عليها المي. طبعا القليسرين. كانت نسبته اربعمية وتسعين غرام. والماء كانت نسبته ميتين وعشر غرام. خلطتهم بشكل جيد مع بعض. وضفتهم على اه جرجير وخلطتهم وعبيتهم بالزجاجة. وخليتهم من مدة اه ما يقارب اه شهر. وبعديين طلعتهم. احنا خلطت الجرجير بعد مرور شهر كامل. طبعا خلطت الجرجير من الخلاصات الجيدة لترطيب البشرة خصوصا البشرة الحساسة. اه اه احنا فكتم فصلها. مثل ما اشوفهم بدانكم. انا راح اضيفها بالاناة هذا. تم الحصول على خلاصة الجرجير. مثل ما اشوفهم قدامكم.